في قصص كده أثارت جدل في الأيام اللي فاتت منها مثلا موضوع الممر الشرفي والكابتن سايد عبد الحفيز اتكلم النهار ده هو رد في وسائل الإعلام اتكلم على وجهة نظره لا هاجم بعض منتقدي هاجم رئيس الزمالك بالنظر لقصة السلام قال على الممر الشرفي انه دي ثقافتي مش هعمل اللي انتوا عايزين نعمله انا دي ثقافتي وانا رافض ان انا اعمل الف بطولات تانية احنا كسبناها ما فيه لعيبة من اندية تانية يقصد الزمالك في نهائي القرن مثلا استلموا المداريات في القوضة فبالتالي انا ده رد فعلي انت اراك في المشهد كابتن نادر اعتقد يعني ما احترام الكامل سيد يعني مسألة يعني داخل الملعب ما ينفعش ان الامور تتاخد شخصية يعني مع مسؤول او مع يعني ما تنفعش اتاخد شخصية فبعدين كابتن سيد عب حفيز هو مدير الكرة في النهائل يعني هو الليدر فلو الليدر قرر ان ما يدخلش ممر الشرفي يبقى كل ما يدخلش ممر الشرفي انما ما انفعش اللعيبة تدخل ممر الشرفي وهو بيدخله برضه بقرار منه بزبط يعني فما نفعش إنه هو يكون اللعيبة تدخل ممر الشرفي وهو ما يدخلش معايا يعني معرفش إيه فكرته أو إيه هو وجهة نظره هل وجهة نظره إنه هو شايف كده إنه هو بينتصر لإيه بالزبط لنفسه لشخصه لجماهلية لجماهلية يعني أنا الحقيقة ما عنديش تحليل للموضوع ما دام إنه أنا 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 بتعامل بصفتي ما بتعاملش بشخصي معايا أنا بتعامل بخصفة الجميع معه لكلام سيد إنما أنا بتكلم على وجهة نظري أنا لو هو قرر إنه أنا مش بتدخل ممر الشرفي بقى كل ما يدخلش أي إنما لو كل دخل يبقى كله يدخل لأنه هو مهتم واحد لما فنش العيبة تدخل أو المدير فني يدخل ومدير كل ما يدخلش تمام يعيز اسطر الدماء هي كمان نقطة كمان يعني استكمالاً هي بش بعيدة عن موضوع ده مسألة كمان هاني مسألة تقدر تقول محترام الكامل لبعض العيبة الكورة أو بعض النجوم السابقين سواء المنتمين للأهل أو المنتمين الزمالك يعني ممكن التحفيل زي ما بتقال عليه والمزايدات زي ما بتقال عليها هي أصلا بتاعت الجماهير وبيهزروا وبيضحكوا وكل واحد ممكن ينزل كوميكس مثلا معين أو ينزل تعليق معين أو صورة معين الناس بتهزر عشوش ما ما نفعش ندخل فيه إحنا صح ما نفعش وما نفعش إن أنا أزايد عشان أزاود اللاكات بتاعتي إن أنا أنتقد مثلا لعيب وممكن أقابله تاني يوم أسلم عليه وحدونه أو أتكلم على نادي الزمالك أو أتكلم عن نادي الأهلي يعني ففي الآخر إحنا دايما دايما اللعيبة السابقين وخاصة اللعيبة الكبار وعندهم اسم كبير ما نفعش يدخله في نفق المزايدات وإن أنا بقى بزايد وتاجر بقى صح معايا لإن الحقيقة أنا الحقيقة متحفز جدا على الموضوع دا من زمان وإنت متحفز معا جدا قائد لوائل يعني حامل راية الحرب ضد ما يحدث على السوشيال ميديا أحمد يحيا